بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيتي الطاهرين وارضى اللهم عن صحابته أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارضى اللهم عن جميع المسلمين آمين وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام ومع القرآن نعيش في رمضان ونستخرج من رمضان بعض القيم القرآنية التي نستنبطها عند تلاوتنا لكلام ربنا الذي أنزله الله تعالى على قلب حبيبه ومصطفاه في ليلة القدر أي في رمضان في ضوء قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وميزة القيم القرآنية أنها معايير تزن حركة الحياة الدنيا وتزن حركة الإنسان دون مجاملة فهي لا تميل يمنة أو يسرة وإنما هي قيم عليا إذا ما طبقها المسلم الواعي الفاقه بل طبقتها الإنسانية قاطبة أقامت حضارة إنسانية راقية لا مكان فيها لهوى ولا محل فيها الابتداع ولا بؤرة جغرافية تكون محل ظلم أو سفك دماء من بين هذه القيم التي نحن في أمس الحاجة إليها قيمة حسن الظن بالله الأمة تحتاج إلى حسن الظن بالله لأن الناس عندما تتنزل عليهم بعض المصائب النكدات يحاول الشيطان أن ييئسهم وأن يقنطهم ولو كان العبد على ثقة تامة وعلى وعي وفقه بالأمر لعلم بأن الله إذا ابتلى عافى وإذا منع أعطى هذا قانون الله عز وجل لذلك نعيش مع حسن الظن هذه القيمة هي مصطلح مركب بين مفردة حسن وبين ظن الحسن ضده القبح فكل أمر طيب وجميل نافع وخير فهو يسمى حسن حتى اللفظة وقولوا للناس حسن أي كلاما طيبا جميلا يجبر الكسر ويرطب على قلوب الخلق الظن له أكثر من معنى فالظن في أبسط معانيه والتردد بين طرفين بين أمرين قد يعلوه ما يسمى بالشك شك بين أمر وأمر لكن في فقه المؤمن وفي فلك العقيدة الظن عند المؤمن هو يقين الظن هو يقين الإمام الزركاشي رحمه الله رحمة واسعة بيّن بأن الظن يكون يقينا إذا كان من ورائه ثواب يعني إذا كان نص الآية من ورائه خير وثواب فهو على سبيل اليقين الذين يظلون أنهم ملاقوا ربهم أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية فقال الشيخ رحمه الله ورضي الله عنه إذا كان من وراء مصطلح الظن ثواب فهو على سبيل اليقين وإن كان من ورائه عقاب فهو على سبيل الشك هذا أمر الأمر الثاني الذي قاله الإمام الزركاشي رحمه الله إن كان وراء مصطلح الظن أن المخففة فهو يحمل معنى الشك وإن كان من ورائه أن المشددة كما قلت إني ظننت أني ملاق حسابي أني فهي مشددة فهي تحمل معنى اليقين ولذلك إذا أتت من ورائها أن المخففة فيها معنى الشك هذا وأنا أقرأ القرآن في رمضان وتمر علي آية فيها مصطلح الظن إن كان من ورائها أن مخففة فيها شك إن كان من ورائها أن المشددة فهي على سبيل اليقين إن كان من يتبعها ثواب وأمور محمودة فهي على سبيل اليقين إن كان ما يتبعها أمور مذمومة وعقاب فهي على سبيل الشك ننتقل إلى الآيات التي تحدثت عن قضية الظن سأخذ منها على سبيل المثال حتى لا أطيل أكثر من مائة واثنين وستين آية ورد فيها أمر الظن وغالبها حسن الظن بالله فآيات كثيرة الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله فعندهم يقين حتى أثناء المواجهة أمام جيش الطغيان وكان عندهم يقين أن الله لن يخذلهم أن الله لن يتركهم حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا وفي قراءة قد كذبوا جاءهم نصرنا يعني كادوا هذه الآية على سبيل يعني الشك ليست على سبيل اليقين جاءهم نصرنا أي أن الله نصرهم وأن الله حماهم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزل حتى يقول الرسول والذين أمنوا ماتى نصر الله ألا إن نصر الله قريب إذن كان عندهم حسن ظن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام عندما قال قومه له إنا لمدركون البحر أمامنا وفرعون وهامان وجنوده وجنودهما من ورائنا كان عنده يقين في أن الله لن يتركه قال إن معي قال كلا إن معي ربي سيهدين ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو في الغار ومعه الصديق رضي الله عنه قال له ما ظنك باثنين الله ثالثهما هذا يسمى حسن ظن بالله في ضوء القرآن النبي صلى الله عليه وسلم أكد المعنى وهو يبشر من أحسن الظن بالله وهناك قاعدة تربوية تقول من أحسن الظن بالله تولاه قال في الحديث القدسي الذي رواه عن رب العزة أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي يقول العلام القرطبي معنى عند ظن عبدي بي أي أن يظن العبد الإجابة عند الدعاء والقبول مع التوبة والمغفرة مع الاستغفار إذا دعوت أوقن أن الله استجاب وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وعندما أتوب أنا على يقين أن الله تاب عليه وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ثم تاب عليهم ليتوب وأختم بهذا الموقف الذي قاله أبو العتاهية وهو من هو في بداية حياته لكنه في النهاية تاب إلى الله فقال قولته المشهورة إلهي لا تعذبني فإني عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله ومن السنة إذا دخلت على عبد وهو في سكرات الموت عليك أن تبشره عليك أن تبشره برحمة الله عز وجل حتى دخل سحنون على بن القصار وهو على فراش الموت قال كيف تجدك قال على مشارف الموت قال ألست تؤمن بالله وبرسوله وبكتبي وباليوم الآخر وأن الجنة حق وأن النار حق وأن القرآن غير مخلوق وأن النبي معصوم وهكذا قال أجل قال أبشر مت إن شئت مت كيف شئت فأبشر بفضل الله فإذا بأب العتهية يختم حياته تائبا إلى ربه وهو على يقين أن الله قد تاب عليه فقال إله لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني فما لحيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن ظني وكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني إذا فكرت في ندم عليها عضت أناملي وقرعت سني فاللهم إنا نحسن الظن بك أنك سترحم عبادك وستنصر أولياءك ونؤمن بأنك مع الصابرين مع المحسنين مع المتقين فاللهم اجعلنا منهم ودون أسماءنا في سجل المقبولين لديك آمين آمين وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته